وأخيراً وبعد خلافات سياسية حلت الأزمة النفطية المجمدة منذ عام 2013 أقرت حكومة استعادة الثقة مرسومين نفط التوافق السياسي على هذه الخطوة وإن قبل باعتراض اشتراكي إلا أن أهل الاقتصاد قرأوا فيه إنجازاً اقتصادياً وضرورة وطنية لسيما أن العدو الإسرائيلي يتربص ببلوكاتنا الجنوبية التي تحمل الرقم 8 و 9 و 10 لبنان الذي لا يتجاوز حجم اقتصاده 55 مليار دولار دخل اليوم نادي الدول المنتجة للنفط مع أن الإنتاج والمدخيل تتطلب سنوات ومراحل عدة إذا تأتي أكيد تأخذ وقت نبلش نحكي بين 17 سنوات يبلش أول دولار يدخل على الخزين العام في لبنان ولكن قبل ذلك لبنان يستفيد بشكل كبير جداً يعني بعد توقيع المرسيم عندي خلال هالعشر تشهر الأدمين بدأ يصير فيه تأهيل الشركات في الشركات كانت تم تأهيلها في عام 2013 يعني تريد ما ستة وعربين شركة ومن كبار الشركات العالمية الأوروبية والأمريكية والأسيوية والروسية والنفطية يعني تأهيلها بعد عشر تشهر بيتم توقيع اتفائية وتبلش عملية الحفر بعد ست تشهر من بعد يعني بعد ستة عشر شهر بحسب وزارة الطاقة المسوحات البحرية قدرت وجود ثمانين في المائة غازاً وعشرين في المائة نفطاً أي ما يقارب ثلاثة وتسعين تريليون قدم مكعب من الغاز وثمانمائة وستين مليون برميل من النفط أما الأسعار فتتجاوز مئات المليارات من الدولارات وهي تتحدد بعد التنقيب والاستخراج أما العمل فحدد في خمسة بلوكات في ثلاث بلوكات ثمانية وتسع عشر يلي هن قريبين على حدود اللبنانية الإسرائيلية المتنازع عنها من هون هذه البلوكات الاهتمامات بدأت سير فيها من قبل الشركات النفطية العملاقة يلي إلى تقارب أو علاقات صداءة أو ودي مع إسرائيل من هون الكلام عن اهتمام الشركات الروسية بهذا الموضوع لكن بدون شق أيضا تكون الشركات الأمريكية أيضا اهتمام بهذا الموضوع الحزب الاشتراكي اختصر اعتراضه بأن المرسومين أغفل إنشاء شركة وطنية وإقامة صندوق سيدي لعائدات النفط فيما غرد جملات بعد جلسة الأمس ما العمل إن خيبة الأمل كبيرة لكن ممنوع الاستسلام ويعزى الاعتراض الجملطي إلى استثنائه من الجبن النفطي انصح التعبير بعدما قسمت البلوكات العشرة بين المسيحيين والشيعة والسنة فكان من نصيب الشيعة البلوكات الجنوبية ثمانية تسعة عشرة والمسيحيين في الوسط ثلاثة أربعة ستة والسنة في الشمال البلوك الأول والثاني دارين دعبوس قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر